السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم محمود ربيع النهاردة هنعرفكم ان النباتات الدائمة الخضرة او النباتات اللي بتفضل طول العام اخضر اول حاجة طبعا الكزانيا لو اول مرة تشوف القناة اشترك وفعل جرس وليو اعجبك الفيديو دوس لايك واريت كلنا نشارك الفيديو الفرق بين النباتات الدائمة اللي هي بتفضل طول العام وفيه فرق بين النباتات الموسمية النباتات الموسمية او الزهور الموسمية اللي هي بتجيبها مثلا في الشيطة شهر شهرين وبتموت او في الصيف بتجيبها ثلاث شهر وبتموت النباتات اللي احنا بنوري لكم ديتي دي نباتات دائمة طول العام يعني بتفضل شيطة والصيف وبتفضل بتتحمل حرارة والرطوبة طبعا اول حاجة نبات الكازانية زي ما انتم شايفين ليه اظهار جميلة جدا من النباتات اللي بتحمل بيحتاج اضاءة ثلاث ساعات شمس ومباشرة كلهم يعني ممكن تزرعه في البلكونة ودي من النباتات الجميلة اللي هي بتتزرع باسقيس او قوار او حاجات بسيطة جدا لانها جزرة ما بتكبرش الساية بنسقيها كل يوم في الصيف بنسقيها كل يوم وفي شتة كل تلات ايام بنسقيها من راحتك باول حاجة الكازانية دي دائمة طول العام بتفضل مزهرة طول العام زي ما انتم شايفين كده باشكالها الجميلة جدا طبعا كل بلد ولها اسم بس احنا بنسمها الكازانية تاني نبات معانا هو نبات نبات الجورانيوم او نبات الخبيزة ده من النباتات برضو الجميلة جدا اللي هي رياحة جميلة جدا وطبعا هو من النباتات اللي بتتحمل بتحمل عوامل الجو والحرارة والرطوبة برضو بينفع ان احنا نزرعها في سقيص او قوار على حسب المكان بتاعنا طبعا وطبعا ديت جزرة ما بتكبرش من النباتات الجميلة جدا برضو اللي هي محتاجة ساعتين شمس وبنسقيها مثلا كل يوم في الصب بنسقيها مرة في الشتة كل تلات ايام بنسمدها كل شهر مرة بالسماد ان بي كي عشرين 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 ودي بتفضل خضرة طول العام يعني بتظهر في الصيف والشتة ودي من النباتات الدائمة الخضرة على طول طول السنة بتفضل صيف يعني هي صيف صيف وشتوي زي ما انتو شايفين كده بالظهور دي جميلة جدا ممكن نحطها على مدخل ممكن نحطها في بلكونة ام حاجة يكون بيجي عليها شمس بس بمباشرة عشان تفضل ان هي تفضل مزهرة طول الوقت الفرق بين النباتات اللي هي الموسمية والنباتات الدائمة الموسمية اللي احنا يا جماعة الظهور دي فيه منها يعني الظهور مثلا موسمية بتشتراع في الشطقة أو في الصيف وبتموت بعد 3 شهور اربع شهور اما لدي دائم 3 نبات معانا هو نبات اليفوربيا او دم المسيح او شوكة المسيح اه اسف شوكة المسيح اه وطبعا دي او النبات اليفوربيا لها كذا اسم طبعا دي من النباتات الجميلة جدا بتتحمل حرارة والرطوبة والتعقيل بتاعها سهلي جدا بتقص منه وبنظرة على طول مظهرة طول العام بتتحمل حرارة والرطوبة والاجواء طبعا بتزرع برضو في اسقيص او قوار زي ما انت عايز تزرعها بتنفع ان انت تشكلها لها كذا لون وكذا شكل بالطريقة دي وبيكون شكلها جميل جدا بس هي بيكون فيها شوك طبعا اه الاضابة بتاعتها سهلة جدا الاضابة بتحتاج ساعتين من ساعتين لتلات ساعات شمس ومبشرة المية كذلك الامر كل اه في الصيف كل يوم مرة في الشتة بنسقيها كل ثلاثة يام مرة واحدة التعقيل بتاعها بنقصه ومنزراحها على طول بتنفع طول العام معنا بس هي طب في ناس كتير بيقول لك ما بتزيرش لأ بتزير بس يتعطشها تقللها مية عشان تفضل تظهر على طول يعني هي ما بتحبش المية الزيادة لأي لان هي نوع من الصبرية ايجب اول نبات معنا الجزانية تاني نبات معنا تاني نبات معنا الجورانيوم تاني نبات معنا اللي هو ده النبات اليوفوربيا رابع نبات معنا رابع نبات هو الفينكا او الفينكروزا لها كذا اسم وكذا شكلك بديل الفينكا او الفينكروزا دائما طول السنة طول العام خضرة بتفضل مزهرة طول العام باشكالها الجميلة دي طبعا ممكن تزرعها في سقيس او قوار او تزرعها كده دي بتزرع بطريقة البزور بتشتري بزور من اي محل وبتزرعها سهلة جدا وهي بتطلع على طول ومن النباتات الدائمة اللي بتفضل طول العام اه شي توصيف بتفضل على طول طول العام ناس كتير سهلت طبعا لو اول مرة تشوف القناة اشترك وفعل الجرس لو اعجب الفيديو دوس لايك واريتكم لنا نشارك الفيديو مع اصدقائنا اصحابنا عشان الكل يستفيد زي ما انتم شايفين كده طبعا دي اسمها الفينكروزا او الفينكا يعني يا لها كذا اسم او الوينكا هي لها كذا اسم اه بالطريقة كتير جدا ياريت تكون الفيديو بتاعك بحضراتكم ما تنساش تشارك الفيديو مع اصدقائك واصحابك واصحابك خلي الكل يستفيد تكون الفيديو مع اصدقائك اشتركوا في القناة